الأيام دي فيه موجة موجود كده برد وموجود سقيع والمناطق السحلية حنلاقي فيها كمان أمطار ونلاقي تقلبات جوية الأجواء دي دايماً بتزيد الإصابة بالأمراض الصدرية وبيزيد خفنا على الولاد خصوصاً في المراحل التعليمية المختلفة عشان كده دايماً بيكون السؤال في كل بيت نعمل إيه عشان نحمي ولادنا من نزلات البرد سؤال طبعاً هيجاوبنا عليه وأسئلة كتير هيجاوبنا عليها الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم الصدر السابق بكلية طب أصر العيني صباح الخير عليك يا طب صباح الخير أهلاً بحضرتك بالسادة المشاهدين نزلات برد كتير أوي الفترة دي ونفس الطفل ممكن تجي منزلة البرد مرة واثنين وتلاتة أو ربعاً هل دي تحيب حاجة؟ إيه سبابها في البداية وهل دي تحيب حاجة؟ الحقيقة هو ده الموسم بتاع البرد يعني هو الدنيا برد فشيء طبيعي أنه هو بتتوصف بنزلة البرد الجو الشتاء بيكون يعني أكثر فرصة وأعلى فرصة للفيروسات اللي هي تتكاثر فيه وتزداد مع البرودة مع الرطوبة مع طيارات الهواء المتغيرة والأتربة اللي بتصيرها الرياح فده بتكون فرصة طيبة لانتشار أمراض الجهاز التنفسي العلوي والسفلي يعني يبتدأ من الآن في الغاية آخر الشعب الهوائي الأطفال بيتعرضوا كتير لأن الفيروسات كتير يعني مش بالضرورة أن نفس الفيروس اللي اتعدى منه من أول مرة يعديه تاني بالعكس بيحصل منه درجة مناعة مقبولة وبالتالي لما يعي مرة تانية حيكون فيروس تاني أو بكتيريا أو أنواع أخرى لا ما بيكونش نفس الفيروس عشان بيكون جهاز المناعة في أضعف حالاته وهو خارج من دور البرد فبيبقى مستعد بقى يعني يتنقل له أي حاجة بسرعة صحيح والفيروسات كمان يعني مختلفة في تكوينها ومختلفة في تأثيرها وبالتالي ممكن يتعدي بأكتر من فيروس اتنين أو تلاتة المعتدين يعني أنفلونزا والبارا انفلونزا والكورونا والكورونا المستجد والأنواع الأخرى المعتادة للبرد دكتور أنا مش عارفة حنلاقيها منين ولا منين يعني هارك لسا بتقول الجو برد وإحنا كمان عندنا دلوقتي زعبيب أمشير كونيسا قبل الحلقة قبل الفقرة منتكلم عن موسم الحصاد فخلينا نستخدم كده الأشور الخبطية اللي بنزرع ونحصد بيها أمشير إحنا متعودين فيه بقى على التراب مع البرد الصدر بتاع الأطفال والكبار بيبقى حالته صعبة قوي صحيح صحيح هنا احنا بنحب نفرق ما بين الشخص السليب والشخص مريض الصدر لو مريض الصدر يبقى ينصح له لازم يتجندب الأتربة والغبار والروائح النفذة طبعا وطائرات الهواء مبالك زعبيب أمشير لأنها هتأثر بتأثير سلبي عليه وده قدعا أنه يكون دايما منتظم على علاجه العلاج والجزء الوقائي كمان لكن الشخص السليم حيتأثر بدرجات متفوتة ابتداءا من رشح بسيط التهاب بسيط كحة إفرازات يعني بلغم أو بصاق ولا سيما الأطفال أطفال بيكونوا أكثر عرضة الحقيقة لأنهم أولا بيواجهوا برد أكتر مننا من بدري بينزروا يمكن ستة صبح أو أكتر بيقعدوا طول اليوم تقريبا في جو المدرسة اللي هو بيبقى يعني جو مكشوف طولي مش كفية ده بيرجعوا بدري خلصة عايزيني أخرب شوية كمان لا هو يعني طول فترة الصبح دي وفترة الفترة الطويلة والإرهاق والجو المكشوف اللي هو بيكون فيه المدرسة ده بيخليهم أقرب للطبيعة جدا وبيبقوا فعلا بعرضة لمضاعفات أكثر وضوحا ما بين الأطفال زائد أن هم غالبا ما بيكونش عندهم المناعة المكتسبة زي ما اكتسبها الكبار يعني الكبار اللي تعرض لمرتين ثلاثة من الفيروسات أو البكتيريا بأنواع مختلفة ممكن يكون عنده درجة مناعة ومقاومة الأطفال في السنة الصغيرة بالذات خمس ست سنين بيكونش لسه اتكون عنده جهاز مناعي يعني متكامل طيب بالنسبة للردقة دكتور هل بيجي لهم برد بردو؟ طبعا الردقة بيجي لهم كمان أعراضه بيكون عاملة ازاي؟ هو الأعراض بتبقى منسداد في الأنف وفي شكل إفرازات وخنفرة كده بيقول عليها صوت النفس من الأنف يعني مش سالك كويس طبعا مع الحرارة مع يعني صعوبة الرضاعة كل دي حاجات مهمة قوي وبالذات ان الفيروس المخلوي اللي هو نازل جديد في تشكيلة فيروسات نازلة جديدة نازل جديد المخلوي ده مش جديد قديم جدا الحقيقة يعني نعرفه في الطب من 70 سنة وأكتر نسخة جديدة معدلة النسخة بس كتيرة يعني الحالات كثيرة جدا يعني متزايدة يعني هو اللي كان واخد من شهر ونص قريبا دلوقتي أقل شوية وبالذات ده تأثيره على الأطفال كتير الرضع بالذات وأكثر خطورة عليهم لأنهم تكوين جهاز التنفسي عندهم بيكون عرضة لمضاعفات التهابية بالذات من الفيروس ده إنه بينزل على الشعب الهوائي الدقيقة مكانه المفضل الشعب الهوائي الطرفية اللي هي أصلا دقيقة الحجم ورفيعة جدا وضيقة بطبيعتها فهو بيزود الإنسداد فيها دكتور معدلة كل أم ابني نازل للصبح لبس الجاكت وأنا ملبسها تمام أول مخارج من البيت قال على الجاكت تعرض لهوا ويلعب شوية رجع لبس الجاكت شوية وتحر أمع لعي الجاكت لبس الجاكت ألعي الجاكت لبس الجاكت ألعي الجاكت ده بيبقى ممكن يكون بيضعف أكتر مناعتهم أو ممكن يأثر هو المهم إنه هو يكون متدفي أو الجو بحواليه دافي إذا ما كانش دافي يبقى يدفي نفسه لكن نحن ما بنحبوش قوي إنه هو يبقى متدفي ويخرج يفاجئ بالجو البرد يعني يبقى متدفي جوه البيت طبيعي البيت مقفول وهو يعني يعني متدفي جوه البيت فيفتح الباب فيقف في الجو دي صدبع أريد بتكلم عن تيارات الهوى وطيارات الهوى كمان يعني لطشة الهوى أو تيار الهوى هتبقى مختلفة شوية برضو لازم يدفي نفسه شوية ويمنع تيار الهوى تيار الهوى حنمنعه إما بالكفية أو بال يعني ترفعها شوية على الرقبة وعلى الفم ما نتعديش وده أقدر البرد يقل وما ناخدش التراب وكمان ما ناخدش طيار الهوى لساقع فيما ناخد وكمان لسه بقى عزين كمان يعني خطة وقائية هيكون فيها طبعا السوائل الدافية مشروبات الدافية في الشتاء لكن هو مفروض يتجنب بالحكاية تكرار قلع ولبس الجاكت بالشكل ده أو يخليه في الجو المناسب يعني هو طبيعي هيجري فهيدفى وحيكون جوه الفصل أدفى من برى الفصل يجي يخرج من الفصل يلبس الجاكت أو يلبس الكوفية تمام طيب بالنسبة للقاحات لقاح الأنفلوانزة مثلا المسلمية هل هو مناسب للأطفال ومن سن كام وهل هو فعلا ممكن يمنع نزلات البرد آه يعني هو يمنع نزلات البرد بسبب الفيروس الأنفلوانزة هو طبعا دلوقتي أصبح فيه فيروس أربع أنواع بيتحطوا في التطعيم أربع أنواع كان لغاية السنتين كانوا ثلاث أنواع دلوقتي يزودوا أنواع رابع وبالتالي بيحصن ضد الأربع أنواع دول من فيروسات الأنفلوانزة وطبعا بيبتدين من سن الرد عم سن ست شهور بيبتدي فيه تطعيم للأطفال بس مش بنديهم كلهم بندي الأطفال الأكثر عرضة للمضاعفات زي الأطفال اللي بيتكرر عليهم نزلات البرد أطفال اللي عندهم تاريخ مرضي للحساسية الأطفال اللي مولودين قبل الأوان اللي دخلوا حضانا قبل كده المبتسرين دول كلهم عرضة لموضاعفات الجهاز التنفسي وينصح بتطعيمهم لو تكرر عليهم التعبات الجهاز التنفسي وكذلك اللي عندهم حسية كلام مشهور كده دكتور بن الأمهات ما عرفش له أي سند علمي أو طبي ولا لا دايما الولاد اللي بيبقى عندهم حساسية أو عندهم صدرهم ضعيف أكتر الأمهات دايما تنصح بعض لعبيه سباحة طول ما هو بيلعب سباحة هتلاقي نزلات البرد أقل هل في فعلا علاقة ولا الأمهات بتقول عموما الرياضة كويسة ومطلوبة لا هي المعلمات جديدة تضاف لقموصل هذا بصفة عما الرياضة مطلوبة أنا أمه بحكي لكم اللي بيحصل عندنا حريبا تنصحيهم كده لا أنا باسمع لكن مريض الحساسية على التحديد ما بنحبش حسية الصدر ما بنحبش أنه هو يبقى عنده تكرار للسباحة السباحة بتعمل درجة من درجات التهاب الجيوب الأنفية وأن كانت هي يعني يعني ينصح بيها بصفة عامة جدا وكذلك لمرض الحساسية بس ما يكسرش منها ده مريض الحساسية لكن يلعب رياضة معتدلة يمارس النشاط الرياضي الرياضة عندنا نوع من العلاج الطبيعي بتفتح الجهاز التنفسي وبتنشط القلب والدورة الدموية وبتخلي الجهاز العضلي الحركي يعني المفاصل والعضلات في حالة ليونة وأدق طيب وكمان بتزبط الوزن إلى حد بعيد وبتريح البال وبتروأ البال يعني الرياضة لها العديد من الفوائد مطلوبة وبالذات للمريض الصدر لكن الرياضة عندنا المعتدلة مش الرياضة التنفسية يعني ما يبقاش بيعالج الحساسية بأنه ينزل يلعب ونفسها لو مضطر يلعب تنافس احنا هندير وقاية لو مريض حساسية في أنواع من الوقاية والعلاج للمريض الرياضي سواء طفل أو كبير علشان ما تعتبرش منشطات لأن لو بعض العلاجات زي الكورتيزون مثلا حتى الموضعي منه ممكن أنه هو يدي نتيجة إيجابية عند اختبار المنشطات وبالتالي لازم يكون تحت إشراف الطبيب طيب أي نوع من الأعراض ممكن تخلي الأم يود تودي إبنها لدكتور يعني مثلا فيه أعراض بسيطة كده احنا بنقول إيه هتاخد له من ثلاثة وتروح الأساس هو الكحة ودي التنفس دول أكتر حاجتين لكن أعراض الصدر الكحة ودي التنفس وألام الصدر والمساقط إقرار البلغم والنزيف الرئوي دول خمس أعراض شائعين أكثرهم المريض بيجي بهم على طول هو الألم والدم يعني ظهور بصاق مدمم أو نقطة دم في البلغم أو دم صفي أو ألم دول أكتر حاجتين بيجي بهم ده بيزهر عند الأطفال يا دكتور مش هم الأكثر شيوعا ده بيزهر عند الأطفال أصحرك قلت حاجة تخوف أحيانا طبعا طفل ممكن يشتكي من من نقطة دم مع البلغم أحيانا وكذلك من ألام الصدر بس دول أكتر حاجات بتجيب المريض وهم مش الأكثر شيوعا الأكثر شيوعا والأخطر هي كحة ما بتفصلش كحة ده شيء شائع جدا يتصور أنه يومين ثلاثة يومين ثلاثة كحة ما تحسنش ما فصلش ما بطلش لأ لازم يتعرض على الطبيب دي تنفس لأ ده لازم يتعرض على الطبيب كرشة نفس يعني نهجان صعوبة في التنفس عدم الراحة في أخذ النفس لأ دي يعني عرض مهم قوي للأطفال بالذات أكثرهم الأطفال وعلاجها ممكن يسهل جدا في البداية طبعا إذا تركت وطلعت حساسية في ناس بيقولك لا ما تاخدش في بالك يعني البكاترة دول يعني يوهموا اللي ما توهمش ويجربوا كمان أدوي كحة دواء ما جابش نتيجة ياخذوا دواء تاني ويجابش يدخلوا يدخلوا في دواء تالت في أدوية كتيرة كمان واربعا لا مش كده هو الطب ليس هكذا يوصف الدواء ومش بفروض أنه يلجأ للصيدلي ولا يلجأ للجيران ولا نجروب لأمهات يعني يتوجه لطبيب الأطفال أو طبيب المتخصص في الأمراض الصدر أكيد دكتور فكرة أن احنا دلوقتي رجعنا للمدارس سواء المدارس الحكومية أو الدولية يعني كل الأطفال دلوقتي في مدارس لا يوجد أطفال موجودة في البيت فده بيخلي أن فيه انتشار أكبر للعدوى أو لأدوار البد الولاد يتعاملوا إزاي لما بيبقوا الكلاس بقفول عليهم عشان يتدفوا يعني فبيبقوش فاتحين لشباك والأباب ولا حاجة زي كده هي طبعا أولا التهوية يعني يعني ما فيش حل أن الفصل يكون سيء التهوية ومكتز بالأطفال ونقول وقاية لا الوقاية يعني تقتضي أن احنا نلتزم بالمواصفات يعني ما فيش تكدس الأطفال إذا اضطرنا هيكون فيش شباك مفتوح دلوقتي بيعملوا تكييف في الفصول فبيعني بيمسكونا من إيدينا اللي بتوجعنا لا فيه أنواع من التكييف بتساعد على تجديد الهواء أو بتسمح بتجديد الهواء في الغرفة مع وجود عدد محدود طبعا ما المهم جدا أن احنا يكون فيه درجة من درجات التباعد إذا مضطرين لكده حيضطر يلبس الكمامة وبالذات اللي عندهم أدوار متكررة من نزلات البرد رشح زكام أو كحة أو حسية الصدر وطبعا غسل الإيدين تكرار غسل الإيدين بالمية والصابون الكافي يعني مش بس مية ونجري كده لأ صابون لمدة نص دقيقة على الأقل والبعد عن المدخنين لأكد على كلمة الكافي دي الكافي آه لأن فيه ناس بتكروت بسرعة كده لا لازم ياخد كويس كل الأصابع والكف والدهار الإيد ولمدة نص دقيقة على الأقل والصابون يكون بغطي كل حتة والابتعاد عن المدخنين وطبعا عدم التدخين طيب البرد هو فيروس كما حدثت ذكرت فيروس عدة فيروسات وأنواع من البكتيريا عظيم المضوط الحيوات تاخد لما يكون فيه عدو بكتيريا صحيح مظبوط كده صحيح طيب إحنا بنلاقي كما كنا بنتكلم من شوية عن الوصفات الناس بتجري على قلتة في ممضوط الحيوية هل ده ليه تأثير سلبي؟ يعني هل هو يعالج ولا لأ؟ وهل ليه تأثير سلبي ولا لأ؟ زي ما حالك قلت تماما كده اللي اتنين فعلا هو مش بيعالج ولو تأثير سلبي يعني أساسا إذا كانت العدوة فيروسية فمش حيفيد وطبعا من المحازين بس إنش هيدر لا حيدر حيدر حاجتين أولا كل ده ولو أعراض جنبية ومنها المدات الحيوية على المريض نفسه ممكن تزعرات جنبية قد تكون خفيفة قد تكون متوسطة وقد تكون شديد لين عرضوا الحاجة ملهاش لزوم ده نمرة واحد لكن ما ننساش إن أحيانا الفيروسات العدوة فيروسية بيتلوها أو يصحبها عدوة بكتيرية وده دور الطبيب عشان يقولها هل هي عدوة فيروسية يبقى لازم دكتور فقط وحيدة لوحدها ولا بتدت تظهر لها مضاعفات عدوة بكتيرية ثانوية فدي شيء مهم لكن كمان المددات الحيوية تكرار استخدام المددات الحيوية بطريقة غير مطلوبة يعني مدد حيوي مش مناسب للحالة أو بالجرعات أقل مفروض 500 ياخد 52 مثلا أو لمدة أقل مفروض 7 يام ياخد 3 يام مثلا يعني إذا ما توسطش وهو الأكثر شيوعا إنه من 3 الولاد ياخدوا الانتيبيوتك بقوا تمام خلاص كيفية بقى ما تتعليهمش ده بيسبب على المدى الطويل ظهور أجيال من البكتيريا أكثر مقاومة للعدوة يعني في فترة قريبة بتكون العدوة أكثر شراسة على كل المصاحبين أكيد أكيد كل شكر لحضرتك الدكتور أيمن السيد سالم رئيس قسم الصدر السابق بكلية طب أسر العين نورتنا وشرفتنا شكرا لنبوط حضرتك عفوان أهلا شكرا جزيلا عفوان